لا تعرف السياسة الدولية التسامحة ولا به تتعافى العلاقات الإيرانية الغربية شيئا فشيئا بل باتفاق دولي كان بلوغه معقدا ويلزمه صبر ربما أكثر من حياكة السجاد الإيراني الألمان والإيطاليون والفرنسيون عينهم على الاستثمار في ثروات إيرانية أفرج عنها أخيرا ما كان ممنوعا ومرغوبا صار متاحا فتحت شهية الطرفين على الاقتصاد بمختلف مجالاته اتفاقيات مع فرنسا وإيطاليا تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار يورو ستعود الشركات الفرنسية والإيطالية إلى الاستثمار في أبار النفط الإيرانية الأسطول الجوي الإيراني سيتم تحديثه عبر أكثر من 118 طائرة إيرباس شركة بلجول السيارات عائدة إلى المصانع الإيرانية هي الأخرى السياحة إلى ازدهار بعد انقطاع دام عقودا في باريس اتفق الطرفان على أن شرط صيانة دفء العلاقات الجديدة هو الالتزام ببنود الاتفاق النووي وفي المقابل بدأت طهران منذ رفع العقوبات تستقبل وفودا غربية لغايات سياسية واقتصادية أيضا من قنطارة الاقتصاد أصبح حديث السياسة بين الطرفين أسهل اعترف الغرب بإيران شريكا لا غنى عن نفوذه في حل مشكلات المنطقة لإيران وفق المعطيات الميدانية والجيوسياسية تأثير يتجاوز محدودية التأثير الأوروبي في المنطقة والذي بدأ يتمظهر منذ الاحتلال الأمريكي للعراق قبل 13 عاما هكذا وإن كانت تقارب السياسي المستجد لا يوازي التقارب التجاري لكنه يبقى لافتا إذ تقترب الرؤية الفرنسية لحل الأزمة السورية مثلا من الرؤية الإيرانية مع الاحتفاظ بمسافة تفرضها العلاقات مع السعودية الأمريكيون يشددون يوميا على قناعة بحل سياسي قائم على محاربة الإرهاب وهو أيضا ما كانت تنادي به طهران منذ اجتداد الحرب في سوريا إذا كانت العلاقات الإيرانية السعودية تشهد تتاهورا ملحوظا فالملحوظ أيضا أن العلاقات الإيرانية الغربية فتحت عهدا جديدا بات ذكر الغرب فيه على لسان الدبلوماسيين الإيرانيين لطيفا وباتت إيران بعده شريكا اقتصاديا صاعدا وندا سياسيا بالنسبة للغرب